تيار صدري وإن غابة في إطار التواجد على القبة البرلمانية ولكنه حاضر في التوازلات السياسية ما ممكن لا يمكن أن أتصور كمتخصص في الإعلام السياسية أنه تجاهل أو تهميش أو بعادة تيار صدري هو جزء من منظومة هو آثر على نفسه أن يكون في مساحة الشعبية وهي الكبيرة جدا ليست طائفية أو دينية وإنما حتى خرجت عن هذا السياق هي يشمل العراق برمته قواعد الجماهيرية وبالتالي هذا الوزن الشعبي الكبير وهذا الموقف الذي تميز به سماح السيد مقتصدر والتيارة في الانسحاب من أجل حل حلة الأمور أنا أعتقد من الخطأ الستراتيجي الفادح أن يكون هناك غضب بصر ونظر في إطار القادم العراقي إذن حضرتك ترى أنه موضوع تشكيل الحكومة يحتاج أن يكون هناك فيه تفاهمات فضلا عن القوى التي ستشكل الحكومة تفاهمات مع التيارة الصدر أيضا وإن كان خارج البرلمان لا هو أنا برأيه الشخصي أنه سماح السيد مقتصدر وتيارة عندما انسحب من البرلمان هو ليس الآن في حساب الوزارات والمناسب التنفيذية هو مكان موجود يعني مكان هو أقادر هذا في هذه المرحلة والمراحل السابق من 2010 وصعودا هو كان الآثر على نفسه أن يعطي حصصة إلى بقية القوى السياسية ويخولها بالعمل في هذا الإطار وبالتالي لا أظن أنه لاهث وراء المناصب الوزارية أو التنفيذية بشكل عام هو يريد أن يكون في جانب المعارضة الشعبية للعمل السياسية وحقيقة نقول هنيئا لو في هذا الموقع لأنه يكتسب ما نعرف بالشرعية والمشروعية المشروعية في أداء السياسية وبالتالي العملية لن تنتهي خلال أربع سنوات ثلاث سنوات العملية الديمقراطية ماضية بمضي الحياة وبالتالي واعدة الجماعة سوف تكون أكبر وأوسع